هدف الرئيس تصحيح مفهوم هدف الرئيس توصيل رسالة صحيحة عن القرآن وعن آيات القرآن وعن الترجمات اللي نقلت عن عمد أو عن غير عمد للآخر بشكل غير صحيح الفكرة دائماً وأبداً تقابلها فكرة فكان مهم جداً في وسط التحديات اللي بواجهها العالم الإسلامي داخل هو المشرق وداخل الغرب الأوروبي أن يكون هناك مؤتمر يحمل هذا المعنى فمن ضمن التوصيات هي محاولة وصول الفكرة السليمة الصحيحة عن هذا الدين الإسلامي للآخر لأن الآخر إذا كانت لديه فكرة خاطئة فنحن نتحمل جزء كبير جداً في عدم إيصال الفكرة الصحيحة إليه فلا نعاقبه أنه يفهم خطأ نعاقب أنفسنا أولاً أن علينا أن نصل به إلى الفكرة الصحيحة المؤتمر خرج بعدة أوراق بحسية جيدة تحاول تبيان بعض الآيات القرآنية التي ترجمت وفهمت خطأ يؤكد أن الهدف ليس ترجمة حرفية للآيات القرآنية ولكن هي ترجمة للمعنى للدلالة حتى أن يتفق سياق حقيقة توقفه عنده الكثير والكثير ومهما توقفنا لن يغطي المؤتمر كل الجوانب الخاصة بترجمة معنى القرآن الكريم لأنه بحر أطم كبير النواحي البلاغية النواحي العقدية النواحي اللغوية المتلازمات المتشابهات كل هذه الأمور تحاول أو بالفعل نحن الآن نجني صمرة ما بدأناه يمكن من أربع شهور في تلك المنطقة الحيوية جدا التي لا تصدر خطاب للترجمة لنا ولكن هو صورة للإسلام في الغرب فحقيقة الأبحاث جاءت بنتاج طيب جدا وقدمت ثراء طيب جدا معظم الأبحاث التي توقفت عند الخلاب بين المترجمين الناشئ عن عدم الممهم الجيد بعلوم اللغة العربية وبالتالي أحنا عايزين نقول أن المترجم ينبغي أن يكون مطلعا بطريقة فيها نوع من التأمل لعلوم اللغة العربية جميعها رقم اثنين يكون مطلع على كل التفسير أو أغلب التفسير التي تمثل المصادر للترجمة حتى إذا أقبل على ترجمة بعض الآيات الكورانية أو على ترجمة معاني الكوراني الكريم يكون على علم جيد بهذه الترجمة ترجمة نانسي قنقر